استقبل مطار العريش الدولي طائرتين محملتين بالمساعدة الإنسانية المتنوعة لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأوضح مصدر مسؤول أن مطار العريش استقبل طائرة إماراتية تحمل على متنها 65 طن من المساعدات المتنوعة وطائرة أخرى فرنسية تحمل 67 شخصا من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش البحرية وأشار المصدر إلى إتمام عملية تفريغ حمولة الطائرة ونقلها لتخزينها في المخازن اللوجستية بمدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني